موسيقى أهلا بكم إلى هذه الحلقة من مستقبل التاقة وهذه ملفاتنا أوبيك بلاس تبقي سياسة الانتاج على حالها وحصة السعودية تتجاوز العشرة ملايين برميل يوميا في ديسمبر ومن بلاسكو قمة الفرصة الأخيرة هل تضع العالم على سكة الأمن المناخي؟ موسيقى عنوانان يسيطران على المفاوضات الشقة في قمة المناخ العالمية كوب 26 في جلاسكو الأول هو المساهمات المحددة وطنيا أو NDCs والثاني صندوق المئة مليار دولار العنوان الأول هو لب الأخذ والرد بين مختلف القوى الدولية وهو المساهمات المحددة وطنيا أو ما يعرف بـ NDCs ففي اتفاقية باريز للمناخ تم الاتفاق على هدف عالمي مشترك يتمثل بإبقاء ارتفاع حرارة الأرض تحت سقف الدرجتين مئويتين بشكل ملحوظ مقارنة بمستويات ما قبل الثورة الصناعية مع طموح للوصول بهذا السقف إلى درجة ونصف الدرجة لكن لم يتم توضيح تفاصيل كيفية تحقيق هذا الهدف في قمة مجموعة العشرين التي سبقت كوب 26 تبنت المجموعة لأول مرة تحديد سقف درجتين المئويتين مشيرة أيضا إلى استهداف درجة ونصف الدرجة لكن القصة الأهم والأصعب الآن هي كيفية توزيع العبء بين الدول المتقدمة والنامية ليتحقق ذلك تقدم كل دولة المساهمات الخاصة بها وهي عبارة عن مستهدفات طوعية حتى الآن ما زالت المساهمات الوطنية التي تقدمت بها الدول أقل بكثير مما هو مطلوب لتحقيق الهدف المشترك لكن التعويل على قمة جلاسكو لتقديم مستهدفات جديدة محدثة من الدول وهناك يكمن الخلاف والتفاوض فالدول المتقدمة تضغط على الدول النامية للالتزام بأهداف أكثر طموحا للحد من الانبعاثات بينما الدول النامية تشير إلى أن المشكلة مشكلة التغير المناخي تثببت بها الدول المتقدمة على مدى القرنين الماضيين الصين التي تقاوم الدغوط للحد من انبعاثاتها قدمت في السابع والعشرين من أكتوبر مساهماتها المحدثة والتي تضمنت رفع حصة الطاقة المتجددة والنظيفة من مزيج الطاقة إلى 25% بدلا من 20% في المستهدفات السابقة بحلول 2030 ورفع طاقة الرياح والطاقة الشمسية إلى 1200 جيجاوات هذا إضافة إلى تحقيق الحياد الكربوني قبل 2060 وهو التاريخ المحدد سابقا لكن من دون تحديد تاريخ جديد بدقة أما الهند التي تضم خمس سكان العالم تقريبا فقدمت مساهماتها الثلاثة وأهم فيها الوصول إلى الحياد السفري في 2070 العنوان الثاني للتفاوض هو صندوق المئة مليار دولار سنويا الذي تم التعهد بتأسيسه من الدول المتقدمة لتمويل جهود الدول النامية في عملية تحول الطاقة اعتبارا من 2020 لكن هذا الهدف قد تأجل إلى 2023 موسيقى موسيقى ننتقل الآن مباشرة إلى غلاسكو وإلى الزميل ناصر الطيبي وآخر المستجدات من قمة المناخ ناصر أهلا بك شكرا لك يا مايا أهلا بكم مشاهدينا إذن تطلعات عالمية لما سيحدث وسيعلن هنا في غلاسكو طبعا تطرقنا لعدد من هذه الأمور لكن أبرز ما شهدناه من إعلانات خلال الأيام الثلاثة الأخيرة جاء على صعيد خفض الانبعاثات من الميثان أكثر من مئة دولة تعهدت بخفض انبعاثاتها من هذا الغاز بنحو 30% بحلول عام 2030 مقارنة بمستويات عام 2020 الإعلان الثاني المهم جاء على الفحم حقيقة الفحم كان مستهدفا بشكل كبير من قمة ومؤتمر المناخ هنا في غلاسكو على صعيد الفحم 23 دولة جديدة انضمت بالالتزام للخفض التدريجي لاستهلاكها للفحم الفحم سيء جدا وأسوأ أنواع العقود الحفوري من حيث انبعاثاته وهو يمثل حاليا اليوم 35% من منظومة إنتاج الكهرباء عالميا من 23 دولة جديدة التي انضمت لهذا الإعلان خمسة منها من بين أكبر 20 دولة مستهلكة للفحم اندونيسيا، أوكرانيا، بولندا وأيضا جنوب إفريقيا أيضا على صعيد آخر سمعنا عن تحالف من 25 دولة سيقومون بوقف تمويل مشاريع الطاقة الأحفورية خارج دولهم هذه المشاريع فقط التي لا تكون مزودة بتقنيات لمعالجة الإنبعاثات أو احتجازها من بين هذه الدول هي الولايات المتحدة، كندا وإيطاليا ويبدأ العمل بهذا التعهد مع نهاية عام 2022 إذن هذه كانت باختصار أبرز الإعلانات والمبادرات التي شهدناها هنا في مؤتمر المناخ في غلاسكو على هذا الصعيد مشاهدين كنت قد التقيت مع البروفيسور جيم سكي وهو الرئيس المشارك لمجموعة العمل الثالثة المنضوية تحت الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الـ IPCC سألته بداية عن الرسائل والخلاصات التي وضعتها الهيئة هيئة الـ IPCC أمام المجتمعين على طاولة المفاوضات هنا في مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ فلنستمع هناك ثلاث رسائل أساسية الأولى هي تصريح قوي بأن الإنسان هو مسبب لتغير المناخ أمر لا لبس فيه وهذا أقوى بيان يتم إصداره من الهيئة الحكومية المعنية بتغير المناخ على الإطلاق أما الرسالة الثانية فما يمكننا رؤيته من تأثير تغير المناخ وخصوصا البصمة الكربونية التي تظهر خلال أحداث مناخية فردية وما كانت لتحدث لو لا تدخل الإنسان في المناخ أعتقد أن الرسالة الثالثة هي ما إذا كنا نريد الحد من التغير المناخ وفقا لاتفاقية باريس فيجب اتخاذ إجراءات فورية فيما يتعلق بخفض الانبعاثات وإذا لم نبدأ بتنفيذ هذه الأهداف التي وضعت فلن يتم تحقيق اتفاقية باريس للمناخ في موضوع متصل عندما يتم الحديث عن عدالة الانتقال في إطار المكافحة التغير المناخي والتحول لمنظومة طاقة أنظف ماذا نعني هنا بمفهوم العدالة؟ ماذا تعني لك؟ ليس هناك تعريف متوافق عليه حتى الآن لعدالة الانتقال أو الانتقال العادل للطاقة لكن منظمة العمل الدولية خرجت ببعض المفاهيم والمبادئ حول هذا الموضوع وهي تعتمد على حماية حقوق هؤلاء من يعملون في الصناعات عالية الكربون والذين سيتأثرون بشكل كبير عندما ننتقل إلى اقتصاد منخفض الكربون كمن يعمل في قطاع صناعة الفحم مثلا أو من يعمل في صناعة النفط والغاز أنا أرأس لجنة الانتقال العادل هنا في بلدي سكوتلندا ومن أهم الأمور التي ننظر إليها ببالغ الأهمية هو كيفية نقل العمال والخبرات التي تعمل في مجال النفط والغاز إلى منصات الطاقة البديلة في البحر أو إلى صناعة الهيدروجين أو احتجاز الكربون وإعادة تخزينه معظم هذه الخبرات هي قابلة لتحويلها ونقلها إلى قطاعات اقتصادية ذات كربون منخفض أخيرا بروفاسور بعد يومين من قمة المناخ وفي الأيام التي جاءت قبل انعقاد القمة هل أنت اليوم أكثر تفاؤلا أو أكثر تشاؤما بقدرة العالم على الاتفاق لمكافحة تغير المناخ أنا دوما متفائل هذا طبعي لكن في الحقيقة شهدنا إشارات إيجابية تتمثل بمشاركين قدم تعهدات ملموسة كالهند التي أعلنت الوصول إلى صافي صفر انبعاثات بحلول عام 2070 كما شهدنا تقدما على صعيد إيقاف تدمير وإزالة الغابات أيضا لذا هناك بعض الأمور الملموسة التي أعلنت لكن المهم هو ما سنراه من المبادرات الفردية للدول التي ستقدم تعهداتها هل سيكفي إجمالي هذه التعهدات بإبقائنا على المصاري الصحيح؟ للحد من ارتفاع درجة حرارة الكوكب ما بين درجة ونصف الدرجة المئوية أو حتى درجتين؟ هذا السؤال غير قبل للإجابة حتى اللحظة إذن مشاهدين أيضا مؤتمر المناخ في غلاسغو يكتسب أهمية إضافية كونه يعقد على خلفية أزمة للطاقة يشهدها العالم خلال الأشهر الأخيرة وعلى رأسها أزمة الغاز في أوروبا البعض عاز هذه الأزمات إلى التحول الغير منظم في الطاقة نحو الطاقات المتجددة التي هي غير جاهزة بعد وأيضا التخلي وخفض الاستثمارات في الوقود الأحفوري بغض النظر عن مسببات الأزمة الأخيرة في الطاقة يجب طرح عدة أسئلة أولا هل العالم قادر على المحافظة على الدعم الشعبي للعمل المناخي؟ هذا سيعتمد على كلفة التحول في الطاقة لأنه إذا ارتفعت الكلفة كثيرا فالناس ستفقد صبرها وهذا يجب أن لا يحدث سؤال الثاني هل الدول النامية الكبرى مثل البرازيل، الهند، جنوب أفريقيا قادرة على خفض انبعاثاتها وبنفس الوقت انتشال مئات الملايين من الناس فوق خط الفقر؟ هذه الدول يجب أن لا تواجه أبدا خيارا بين التنمية وبين مكافحة التغير المناخي وأخيرا هل العالم جاهز للتكيف؟ التكيف مع آثار ارتفاع حرارة الأرض؟ يجب الاستثمار في هذا المجال خاصة في الدول الفقيرة والأقل دخلا الغير مسؤولة أبدا عن أزمة التغير المناخي اليوم كل هذا يتطلب إرادة سياسية، قدرات تقنية وتمويل وهذا ما تحاول ويحاول مؤتمر غلاسكو تأمينه في هذا السياق كنت قد استطفت كبير اقتصادي الطاقة في وكالة الطاقة الدولية تيم جولد وسألته عن حجم العجز الحالي في التعهدات المعلنة وهل لدى العالم اليوم القدرات التقنية لسد هذا العجز؟ لنستمع بالفعل هناك فجوة كبيرة بينما نحن ذاهبون إليه والتعهدات بخفض الانبعاثات التي تقدمت بها الدول وما زالت أقل من ما هو مطلوب للحد من ارتفاع حرارة كوكب الأرض عند الدرجة ونصف الدرجة مئوية نحاول دراسة المزيد مما نحتاج إليه لسد هذه الفجوة وجدنا أن هناك طرق فعالة من حيث التكلفة لسد جزء كبير من تلك الفجوة أبرزها تسريع استخدام بعض التقنيات الناضجة والتي باستطاعتها خفض الانبعاثات بشكل سريع لا سيما تلك المتعلقة بطاقة الرياح والطاقة الشمسية هناك فرص متاحة لتحسين كفاءة الطاقة ونقطة أخرى هي بتخفيض انبعاثات الميثان من عمليات الوقود الأحفوري لا نستطيع فهم أسباب عدم وجود هذه الفرص والطرق الفعالة من حيث التكلفة على الطاولة في غلاسكو وهو سبب جدالنا هنا في غلاسكو والجهود الأخرى التي على الدول القيام بها الارتفاعات القوية في أسعار الطاقة وتحديدا الغاز في أوروبا ما مدى ارتباطها بما يسميه البعض بالتحول غير المنظم في الطاقة أعتقد يجب أن يتم التفريق بين ما نراه اليوم في أسواق الطاقة وتأثير سياسات المناخ ما نراه اليوم في أسواق الطاقة متعلق إلى حدا كبير بانتعاش الأقتصاد العالمي من جائحة كورونا كما أنه متعلق بشكل كبير بالأحوال الجوية التي نشهدها في دول عدة من بينها الطقس الشديد البرودة في أوروبا والبرازيل التي ارتفع طلبها من الغاز المسال على غير الطبيعي بالإضافة إلى الانقطاع المخطط والغير المخطط له من جانب الإمدادات يجب أن نتصرف بوعيا عندما نتطلع إلى الأمام وعندما نستثمر في ما نحتاجه في مجال الطاقة الاستثمارات الحالية في الطاقة تعتبر غير كافية الاستثمار في إمدادات النفط والغاز تراجعت بشكل كبير في السنوات السبع الأخيرة فهي تمثل الآن نصف استثمارات عام 2014 الاستثمار في تحول الطاقة بما في ذلك الاستثمار في البنية التحتية في الطاقات المتجددة ارتفع ولكن ليس بنفس الوتيرة لتلبية الطلب على الطاقة بطريقة مستدامة يجب توجيه الأموال إلى الاستثمارات المتعلقة بتحول الطاقة الهايدروجين البعض يرى بأنه سيلعب دور مهم في تحول الطاقة أما البعض الآخر ما زال مشككا في ذلك ما هو رأيكم بذلك في وكالة الطاقة الدولية قد تسمع الآن أن المستقبل يرتكز على الكهرباء الكهرباء النظيفة ونحن نؤيد ذلك ولكن في السيناريو الذي نصل به إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050 الكهرباء ستمثل في منتصف القرن نحو نصف استهلاكنا من الطاقة والنصف الآخر سيبقى الوقود فيبقى السؤال هنا ما شكل هذه المركبات وإي مركبات هي ومن أين أتت وكيف تم إنتاجها هذه الأسئلة مهمة جدا لمستقبل نظام الطاقة نرى أن الهايدروجين النظيف سواء تم إنتاجه بواسطة الوقود الإحفوري أو من الطاقات المتجددة سيكون له دورا في توفير هذه المركبات والوصول إلى جزء من نظام الطاقة التي لا تستطيع الكهرباء الوصول إليه إذن تعهدات كثيرة ومبادرات عديدة سمعناها هنا في كلاسكو قد تتطلب كلفة عالية ولكن هذه الكلفة على المدى القصير إذا لم نفعل ما هو لازم أن نفعله اليوم لمكافحة تغير المناخي فالتكلفة ستتضاعف ضعافا عديدة في المستقبل الأبعد وفي نهاية الأمر كل هذه التعهدات الكبيرة هنا في مؤتمر المناخ في كلاسكو وهذه العنوين الرنانة طبعا ستكون العبرة منها في نهاية المطاف بالتطبيق عودة إليك مايا شكرا لك ناصر فاصل قصير نتابع بعده مستقبل الطاقة ونتحدث فيه عن قرارات أوبيكلاس فابقوا معنا تحالف أوبيكلاس يعطي رسالة قوية أخرى إلى السوق من خلال التمسك بسياسة الإنتاجية القائمة والتي تقضي بالزيادة الإنتاج بمقدار أربعمائة ألف برميل يوميا كل شهر وصولا إلى إنهاء تخفيضات الإنتاج السارية في ربع الأخير من العام المقبل وبالتالي سيرتفع إنتاج دول المجموعة ككل من تسعة وثلاثين مليونا وسبعمائة ألف برميل يوميا إلى أربعين مليونا ومائة ألف برميل يوميا تقريبا واللافت أن حصة السعودية من الإنتاج ستتراوز 10 مليونا برميل للمرة الأولى بعد جائحة كورونا قرار أوبيكلاس يأتي وسط مطالبات من الرئيس الأمريكي جو بايدن لدول التحالف بزيادة الإنتاج لتهديئة أسعار النفط ودعم تعافي الاقتصاد العالمي لكن هناك جانب آخر يتحكم بالموقف الأمريكي وهو بطء وطيرة ارتفاع إنتاج النفط الصخري بعد الضربة التي تلقاها القطاع من جائحة كورونا ففي حوض برميل ما زال الإنتاج أقل من ذروته التي سجلها في مارس 2020 والبالغة أربعة مليون وثعمائة ألف برميل يوميا بنحو مائتي ألف برميل يوميا بينما يقل الإنتاج من الحقول الأخرى بنحو 27% عن مستويات الظروة ويبلغ حاليا نحو 3 ملايين وثلاثمائة ألف برميل يوميا الجدير بالذكر أن الزيادات الشهرية للإنتاج ستتوالى حتى إبريل 2022 لكن اعتبارا من الأول من مايو المقبل سيتم تطبيق أساس مرجعي جديد لمستويات الإنتاج وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان قال أن أوبيك بلاس ليست كارتلا بل هي منظم لسوق النفط التي تحتاج بالفعل إلى تنظيم نحن ملتزمون بجهودنا وسلوكنا اتجاه أسواق النفط وسنبذل ما نستطيع لكي لا تواجه الأسواق أي مفاجآت نحن منظمة نفط مسؤولة اتجاه الأسواق ولسنا مثل ما وصفنا البعض بكارتيل احتكاري ما رأيناه في الأشهر الماضية يؤكد أن أسواق الطاقة بحاجة أن تكون منظمة وإلا ستعيش حالة كما كانت خلال الأربع الأشهر الماضية ترجمة نانسي قنقر للمزيد حول هذا الموضوع ينضم إلينا الخبير النفطي دكتور فهد بن جمعة أهلا بك دكتور إلى هذه البرنامج مستقبل الطاقة إذن انتهى اجتماع أوبيك بلاس كما كان متوقعا بزيادة الانتاج ب400 ألف برميل يوميا ما هي برأيك أبرز الأسباب التي أدت إلى عدم استجابة أوبيك بلاس لمطالبات زيادة الانتاج بكمية أكبر ولا سيما من الولايات المتحدة مساء الخير عليك وعلى جميع المشاهدين الكرام السبب واضح ليس هناك عجز في المعروض وهناك زيادة بالعكس لأن نظرنا إلى المخزون الأمريكي الآن في سبع أسابيع وهو يرتفع الأسبوع الماضي ارتفع بما يقارب ثلاثة مليون فاصلة ثلاثة يعني أن هناك زيادة في معروض النفط في الولايات المتحدة وعندما نذهب إلى المصافي نجد أن هناك هي المشكلة إذن ليس السبب هو العرض مع أن الطلب مرتفع ويستمر في الارتفاع والأوبك تعمل على التوازن بين العرض والطلب حتى لا يكون هناك خلل ويحدث ما حدث في عام 2020 عندما الرئيس ترامب كان ينادي بخفض الانتاج من الأوبك والآن نجد أن الرئيس بايدن يطالب الأوبك بزيادة الانتاج بينما المخزون الأمريكي في ارتفاع والصادرات الأمريكية تجاوزت ثلاثة ملايين برميل يوميا إذن ما قامت به الأوبك بلس اليوم قرار سليم وهذا يهدف إلى توازن الأسواق العالمية واستمرار الإمدادات ويكون هناك تحفيز نوعا ما للاستثمار في النفط وزيادة الانتاج في الحاضر وفي المستقبل هل برأيك هذا القرار يزيد من احتمالية لجوء دول كبرى مثل البلاد المتحدة إلى السحب من الاحتياطي الاستراتيجي؟ لا كيف تسحب من الاحتياطي ولديها فائض في المخزون إذا كان المخزون على مدى سبعة سابيع يرتفع فكيف تسحب من المخزون؟ هذا ليس هناك أزمة في النفط الأزمة توجد في قطاع الغاز والفحم بسبب الآثار الجائحة وما حصل من برودة كل هذه ليس لها علاقة في النفط وإنما هي متعلقة بالغاز والفحم أما النفط فالمعروض كافي والمخزونات الأمريكية في تصاعد فلا أرى أنه سوف يسحب من المخزون الاستراتيجي معدل الالتزام الحالي بتخفضات الانتاج يفوق المئة في المئة بكثير بسبب عدم قدرة بعض الدول على زيادة انتاجها هل برأيك سيعطي ذلك المجال لدول أخرى لزيادة انتاجها بأكثر من حصصها؟ حسب اللجنة الوزارية هي تقرر هل فعلا هناك حاجة لزيادة المعروض من دول الأوبك بلاس أم لا يعني حتى لو بعض الدول انخفض انتاجها وزاد الالتزام لا يعني أن الدول الأخرى تزيد انتاجها وإنما هناك نوع من التوازن إجمال الإنتاج مع إجمال الطلب وليس إنتاج دولة ما ينظرون إلى الإجمال إذا كان الإجمال الإنتاج متوازن والفجوة بين العرض والطلب ضيقة وتؤدي إلى تحقيق التوازن في أسواق النفط فسوف يستمرون على هذا الوضع ولا داعي لزيادة انتاج من دولة أخرى لأن دولة أخرى لم تستطع زيادة انتاجها هل تعتقد أن قرار أوبيك بلاس يعكس قلقا من ارتفاع انتاج النفط الصخري بواتيرة أسرع في المرحلة المقبلة؟ الأسبوع الماضي النفط الأمريكي ارتبع في 300 ألف برميل يوميا وهو سيستمر ما دامت الأسعار مرتفعة فهذا محفز للإنتاج الأمريكي والصخري لزيادته لكن المملكة والأوبيك بلاس لم تكن مهتمة من زيادة الانتاج الصخري لا في الماضي ولا يكن في الحاضر ولا في المستقبل بالعكس زيادة الانتاج النفط الصخري مع زيادة انتاج الأوبيك كله يؤدي إلى زيادة الامتاد والمحافظة على استقرار أسواق النفط فليس هناك أي تعارض أبدا إذن دكتور هل برأيك بدأ تأثير أزمة الغاز يتلاشى على أسعار النفط؟ لما أسمع سؤال ولكن أزمة الغاز سوف تكون معتمدة على أوضاع الطقس إذا كان الدول الأوروبية سوف تشهد شتاء قارسة شكرا لك دكتور فهد بن جمعة انتهى وقت البرنامج شكرا للمتابعة وإلى اللقاء